السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم احمد ورويكي النهاردة نتكلم عن الامتحان الخاص بشهادة C-Band والLBT Master في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الشهادة نفسها واتكلمنا عن مميزاتها والعجوب اللي موجودة في الشهادة دي الفيديو ده نتكلم عن الامتحان اول حاجة انت عشان تحجز الامتحان بتختار في خيار من الاتنين يا اما الامتحان يكون عندك اربعة عشرين ساعة متواصلين يا اما الاتخيار التاني ان هو يكون متقسم على مرتين كل مرة اتناشر ساعة انا بالنسبة لي اخترت ان هو يكون متقسم على مرتين اتناشر ساعة عملت لامتحان في اول مرة اخترت اليوم المناسب وبعد كده التانية اخترت يوم تاني خالص ما كانش تاني يوم ولا حاجة. وعملت الامتحانة التانية ودخلتها. النهاردة هنقول كم الواحظة كده عشان الامتحان بإذن الله يكون معك سهل وتكون كويسة بإذن الله. اول حاجة فيه تعليمات هيقولها هيكون مرعيب عليك في طبعا الامتحان ده بيكون بيطلبه منك ان انت تحمل عندك وبطلبه منك ان انت تحمل معين عشان يقدر ان هو يرائب الكاميرا عندك ويشوف الشغال عندك وبيكون شايف الكاميرا وسمع المايك طول فترة الامتحان وشايف عندك الشاشة بيكون في عليك مرائب موجود طول فترة الامتحان زي شهرات تانية كتير من ومن شركات تانية. في البداية خالص هيطلب منك في البداية هيقول لك التعليمات تمام? اللي انا هقول لك جزء منها دلوقتي. بعد كده هيطلب منك ان اك تصور تلتمية وستين درجة للمكان اللي انت فيه. فيفضل ان انت تكون عامل حسابك في الاتناشر ساعة بتويت سيشن يكون جنبك المية اللي انت محتاجها جنبك الاكل بتاعك كده. ويكون اه تكون موجود في وضع لوحدة لان لو فيه اشخاص جنبك او فيه حد داخل عليك ممكن يحصل لك مشكلة في الامتحان. اه برضو حاجة تانية ممنوع ان انت تكون لابس سمارت ووتش وممنوع يكون معاك اه ايربوتز. اه حتى كلامك مع شخص اللي بيكون مرايب عليك اه بيكون من خلال السبيكر المقود في في اللابتوب فدي حاجة تعمل للحساب عيني. اه والمايك برضو بيكون المايك اللي في اللابتوب. اه فكده ممنوع استخدام ايربوتز. وممنوع يكون معاك اه برضو يكون معاك الموبايل بتاعك جنبك او اه او السمارت ووتش في ايدك. اه حاجة تانية الموبايل ممنوع يكون معاك جنبك خالص اللي هيكون اه بالكامل يعني ما تكونش عامله ولا حاجة عشان ما اعتبروش بنوع من انواع الغش. اه حاجة كمان اه لو في عندك او اي برنامج من اه من البرامج بتاعت دي والمونيتورينج فانت هتحتاج ان انت تعمل لها انستول بالكامل. اه طبعا هو يراجع على الكلام ده يعني هيدخل على عندك وهيتابع الكلام ده كله وهيشوف والكلام ده كله. تمام. اه كمان اه قبل ما تدخل اه الامتحان بتاع الشهادة اتأكد وقبل ما تحكز اتأكد ان اللي عندك بيسمح بالفيب انو كونكشن تمام? اه دي حاجة مهمة جدا. يعني عشان ما تدخلصش في الامتحان وبعد كده تتفاجئ وقت الامتحان ان اه الاي اس بي او بتاعك سواء بي او اورانج او بودافون بيمنع كونكشن تمام? اه بس يعني دي المحزات كلها لحد ما يتفتح لك الصفحة بتاعة الامتحان. طبعا صفحة الامتحان ما بتتفتحش غير من خلال المرايب اللي عليك. يعني هو بعد ما بيدخل معك في شاتينج وكده بيفتح آآ بيفتح شات شوان المبينك وما بينهم تكون مفتوحة على طول آآ صورة وشات كتابي. تمام? آآ بيطلب منك في الاول ان ان يشوف الباسبرت بتاعك فيفضل ان انت تكون محضر الباسبرت والبطاقة يعني المتاح منهم يكون حاضر معاك عشان يتأكد من هويتك. يكونوا جانبك. تمام? دي حاجة نسيت اغلاف الاول دي من اهم الحاجات. يكون معاك الباسبرت والبطاقة. آآ تمام? آآ تتأكد ان فيبقى ان شغال تتأكد ما فيش اي جامعاك ما تتأكد ما فيش ولا اي برامج بشبيهة من دي عندك. آآ برضو الامتحان عشان يبقى عندك تفكر عن الامتحان اللي امتحان هيكون عندك في الاااا في الكونتنت كله تقريبا. كل الكونتنت اللي انت اخذت خلال الكورس هيكون عندك واحد وخمسين سؤال بيتطلب منك فلاجات يعني بيتطلب منك فلاجس الفلاجات ممكن تكون عبارة عن هست نيم عن آآ نيت بايوس نيم. آآ تكون آآ آآ تكون آآ مثلا من ام دي فايف سام الفايل ما هو يقول لك عليه آآ يكون آآ معلومة من ايدر آآ الفايل معين يدلك عليه آآ برضو في فلاجات عبارة عن باسوردز آآ الامتحان عندك طبعا اول حاجة بتبتدي بها الامتحان هو طبعا آآ بيدي لك ليستة يوزرات وباسوردات عشان تستخدمها خلال الامتحان في كل حاجة في الامتحان تمام آآ الليستة دي هتحل معك تقريبا يعني خمسين في المهم من الامتحان يتحل معك آآ باستخدام الليستة دي الليستتين اللي انت بتاخدهم سواء اليوزر نيمو او الباسورد تمام آآ نقطة مهمة قوي هو تتلخبط ما بين الليستتين اللي انت بتاخدهم في الليستتين اللي بتاخدهم في الامتحان لان الاتنين مختلفين لما تفتح الليست تمام لما تفتح الصفحة بتاعت اللي بتتفتح عندك يوم الامتحان آآ بعد ما بيدخل معك المرايب بيفتح لك الصفحة دي بيدي لك آآ يوزر وباسورد آآ تانية خالص الاتنين بيكونوا بنفس الاسم فانا اطلخبطت آآ وقت الامتحان ما بين الاتنين وتقريبا يعني الليستين مختلفين بشكل كامل فما كانش النتاج معايا واجلت آآ اسئلة منهم لتاني ساشو تمام فحاول ما تطلخبطش او آآ حاول آآ اعمل كومبريس آآ لكل النوتس وكل حاجة نتخدتها من على جنب كده وبعمل ايه بتري من قبل وجديد للأجزام آآ في البداية هو بيدي لك اصلا يعني على ماشين من الماشينز وبيدي لك الباصول اللي بتاعها لتقريبها لما اتذكر يعني آآ كمان معظم الطولز اللي انت هتحتاجها بتكون اصلا في الماشينز اللي انت داخل عليها سواء في ماشينز الماشينز زي اي اي او تي مسلا والاو تي بيكون جهاز لك ايه بتاعتك عشان ما تتعبش انت في بتاعها هيكون عندك في الامتحان واحد وخمسين سواء لزي ما قلنا معظمهم آآ هم كلهم فلاجات يعني آآ الاسئلة كلها اختياري آآ تمام آآ لو زي زي مكتوب عندنا هنا كده ايه آآ زي مكتوب عندنا النتيجة اقل نتيجة مسموح بيها سبعين في المية عشان آآ تاخد عشان او عشان تبقى سيرتفاية بنتريشن تستور آآ من يعني مش مش شرط ان انت عشان تكون آآ سيرتفاية بنتريشن تستور ان انت تقودها من بس اسم الشهادة بتاعها آآ عشان تاخد اللي هي الدرجة الاعلى من الشهادة لي من فمحتاج ان انت تاخد تسعين في المية اخطر من تسعين في المية انا تقريبا آآ يعني ايه آآ كنت جايب ارباط سعين في المية وحاجة زي كده بسبب سؤالين آآ نزلت فيهم كانوا السؤالين في طبعا هداخل الامتحان وآآ فاكر ان انا ضامن معايا وكده بس الاسئلة جدا يعني اسئلة بتاعت آآ بحاول ركز في السؤال حرفيا يعني ركز في كل حرف السؤال لان يعني مسلا فيها اسئلة بطلب منك الباسورد ومش يعني في كلمة واحدة بس في السؤال بتفرق وبتحدد هو عايز اني باسورد بيكون سايب لك اكتر من باسورد اا وانتا ممكن تجاوب الاجابة غلط. بيكون حاطت لك كل الاجابات دي بيتلاقيه جهة الفريموير يعني بتدي لك اربع اختيارات الاربع اختيارات موجودين جهة الفريموير بس في كلمة عدة بس في السؤال هي اللي هتحدد اني اختيار انت هتختاره. تمام? اه زي ما قدنا تقريبا معظمه هيتحل في الورد اللي اعطي هو اعطيها لك. اه وبالشرح اللي هو شرحه سواء الكلام ده اللي موجود عندنا في الكورس. وكده كده المحتوى بتاع زي ما قدنا في الفيديو اللي فات مش اه مش تقيل يعني مش مش دسم. بعد كده عندك حاجة اللي هي السي تي اف. السي تي اف هتلاقي فيها ويب وهتلاقي فيها حاجات اه نتورك وكده طبعا يعني ايه مش صعب خالص. يعني اسمها سي تي اف اي حد اي حد نشغل بكده اعتراه هيك مي او اتش تي بي هيبقى الموضوع سهل جدا معي. هيبقى عندك برضو اي او تي و او تي وهيبقى عندك اه برضو الجزء بتاع فيه حتى شوية ان احيانا مش بتبقى ستيبل. وانت بتكون عايز تاخد عشان توصل للفلاجات. اه فانت من خلال اه مذاكرتك للكورس ومن خلال ما عرفتك بالا اه وكده هتحل الجزء بتاع البيانر الناسس وان ما تيجي عند الفلاج اللي انت ما قدرتش توصله حتى لو اه اه بتاعك كان تمام صحيح وكل حاجة واخدت عن طريق اللي انت كتبتها مش هتقدر توصل للروت برمشن. اه اعمل بس كعادي خالص اه بالتكنيكس التانية اللي انت احافظها استخدم اي بابل اكس بلويت زي البولكت او او اي حاجة من دي. عشان توصل للفلاج بتاعك. اه طبعا اه انت مش هتقدر البيباس لحتة بتاعت الباينر الناسس لان كده كده بيطلب منك حاجات اه من جوة الباينر نفسه او او حاجات الموضوع ده الموضوع الباينر نفسه. اه برضو حاول ركز في موضوع الوتي ركز في الاسئلة جدا لان اسئلة ليك ايه? ممكن يكون يعني السؤال ما فيه كلمة واحدة بس هي اللي بتحدد الايجابة بتاعتك. الاختيارات كلها بتكون متقاربة من بعضها جدا 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 بس في كلمة واحدة بس في السؤال هي اللي بتفرق معك في الايه? في في الاجابة. خلاص وصلت الاخر حاجة في الامتحان وعدية والدبل بايفوتينج اللي هو بالمناسبة البيبوتينج والدبل بايفوتينج مفيش اي ماشينز فيه مصعبة غير اخر واحدة هتكون تريكي شوية. نصيحة طول ما انت ماشي بتعمل ان تخد نوتس لان هتوصل عند ماشين من الماشينز مش هتبقى عارف مكان ايه فين اصلا. فهترجع لل اه ترجع للنوتس اللي عندك وتشوف اللي انت عديت عليهم وتحاول تاخد عليهم اكسس ومنهم تحاول بتوصل للماشين المطلوبة. اه في النهاية خالص اه بعد ما تخلق بتاخد بروف من كل حاجة انت عملتها وبتكتب بتاعك سواء في اه او اي ان كان او البرنامج اللي انت بتستخدمه في النوتس بتبدأ بقى تكتب الريبوت بتاعك سواء تكتب الريبوت ده بناء على اللي هم اعطين او على حاجة تانية. انا استخدم التلتين اللي هم اعطين اولي وخلاص. اه برضو اه محتاجين اه محتاجين نعرف ان الامتحان ده بيعتمل اكتر على الفلاجات مش على الريبوت اللي انت بتقدمه. الريبوت مش بيتراجع ومش بياخد الاهمية اللي هيا يعني مش بيعطول الاهمية الكافية. فاهم حاجة عندهم الفلاجات. اه الريبوت زي ما قلت لك عادي ممكن تاخد تستعمل الريبوت اللي هم اعطين هولك وخلاص. اه طبعا وقت ما الامتحان خلص والسيشان اتقفلت انت ما بيكون لكش اكسس على الامتحان. اه حاول ان انت كل حاجة سواء تسجل الشاشة اه فيديو. ده اللي هو سامح لك يعني ساعة بيسمح وساعة لا او ان انت تاخد من كل حاجة. كل حاجة تاخد لها سكين شوت طول ما تشغل كل خطوة. وتسمي. يعني تكتب كل باسم السؤال. باسم السكشن واسم السؤال. انا كنت بعمل كده. كنت بعمل اسم السؤال يعني بس اللي بعدها اكتف دايكتوري ماشين تو دوت وان. هو هي كزا. عشان لما تيجي في في الريبورتنج يكون الموضوع صح. وفي السكين شوت سواء في السكين شوت او في النوتس خلي الاسامي المتطبقة معاك عشان ما تيجي تعمل الريبورت يكون الموضوع ايه سهل معاك ما يبقاش الموضوع ايه اه صعب. وزي ما قلت انت مش طعب ترجع تاني للماشينز عشان تاخد منها حاجة. تمام? اه فحاول برضو في بعد الاولينية اكتب نص بتاع الجزء اللي انت حليته. تمام? اه جهز الجزء الاوليني نص بالدرافت بتاعك اللي انت خدته. عشان يبقى عندك فرصة تاني يوم لو انت ناسي حاجة من الجزء الاوليني ده ان انت ايه تاخدها لما يتفتح لك اللاب تاني بتعلم تحاني. في اليوم التاني بقى حاول ان انت ايه? خلص كل حاجة. يعني حاول ان انت يكون معاك نوتس من كل حاجة ويكون معاك كل حاجة عندك. لان لو اه خلاص يعني مش هيكون ليك اكسس تانية على على اللاب بتاع الامتحان بعدها. اه ده يعني تقريبا اه كل حاجة بالنسبة للامتحان. اه بعد ما بتعمل صمت للريبورت اه تاقيبا بياخدوا اسبوع وساعة ساعة اقلقوا حاجة بسيطة وبيبعات لك بتاعتك. اه طبعا واللي بيتيه ماستر ليهم لو انت حبيت تطلبها. اه بالنسبة انا في مصر انت لو طلبتها بتيجي شحن عن طريق شركة شحن مش بتيجي عن طريق البريد. فبتدفع عليها تقريبا يعني وقت ما صاريتني رفعت لها تلاف جنيه امريكو شحن. ده شكل الفيزيكال كوبي بتاعت تمام? ويديه شكل الفيزيكال كوبي الخاصة بالل بيتيه ماستر. اه كده تقريبا كل حاجة بالنسبة للشعادة تتكلمنا عنها في جزئين جزء الاول عن الكونتنت ونجزء تاني عن الامتحان. بتمنى ان شاء الله ان انتم استفدوا. ولو في اي استفصالات او اي حاجة انا تحت اقملكم بازن الله في الكومنتات. بشكركم على حسن المشاهدة والى اللقاء.